موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم مشاهدين الفاضلين إلى حلقة جديدة من برنامج مقاصد في سياق سعيه إلى الحفاظ على البشرية واستمراريتها في صورة تحفظ إنسانيتها وكرامتها وتلبي حاجاتها قدم الإسلام تصورات ورؤى كلية للطريق الآمن الذي ينبغي للفرد والمجتمع أن يسنكاه الأسرة عصب المجتمع وخليته المصدرة للطاقات الإنسانية فكيف تعامل الإسلام في تشريعاته ونصوصه معها وأي نظام أسري وضعه وما الوظيفة المقاصدية للأسرة المسلمة هذا الموضوع نضعه على طاولة الحوار مع دكتور وهيب عبد الرحمن الخوجة الباحث الإسلامي أهلا ومرحبا بكم دكتور أهلا وسهلا بكم يا مرحبا أهلا وسهلا دكتور الإسلام قدم رؤية وتصورا لكل شيء في الحياة حتى لاحظ أدق التفاصيل أريد في هذا السياق الرؤية والتصور العام الإسلامي الحياة لجملة الحياة ما المساحة التي شغلتها الأسرة كونها خلية أساسية في المجتمع وفي الدولة وحتى في الأمة ما المساحة التشريعية ونصوصية إذا صح التعبير التي شغلتها في جملة تشريعات الإسلام ونصوصية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله منذ بدء الخليقة أن خلق الله عز وجل جنس البشري على الأرض واستخلفهم واستعمر بهم الأرض تبارك جل وعلا وجعل الجنس البشري هو مناط التكليف ومحل الأوامر والنواهي الشرعية لما خلق الله عز وجل آدم آدم عليه السلام استوحش استحاشه آنسه الله عز وجل بأن خلق من ضلعه ما يسكن إليه عليه السلام ألا وهي زوجه حواء عليه السلام فآنس الله عز وجل آدم أو وحشة آدم بهذا الجنس اللطيف وهو جنس البشري من جنسه كذلك أو من نفسه آدم عليه السلام فخلق الله عز وجل هذا الأمر لغاية عظمى وهي ليس فقط للاستكثار أو لزيادة الجنس البشري وعمارته الأرض فقط وإنما لهدف أسمى وهو لإقامة وحدانية الله عز وجل من خلال الجنس البشري الذي جعله الله عز وجل مستخلفا في الأرض فلا يكون ذلك إلا بأن يكون هناك كيان أسرة يبدأ بها العنص البشري لإزدياد والتكاثر فالله عز وجل لما خلق آدم وعلم آدم عليه السلام كيف يكون التناسل والتكاثر فلذلك كان آدم وحده وحواء ولم يكن أحد غيرهما على الأرض فالله عز وجل علم آدم عليه السلام التناسل والاستكثار بأن يكون البطن الأول لحواء مشروعا له أن يتزوج من البطن الثاني الذكر من الأنثى من البطن الثانية والأنثى من البطن الثاني من الذكر من البطن الأول وهكذا حتى عمر الله عز وجل بهم الأرض بالجنس البشري وبدأ عند ذلك تكوين الأسرة وكانت أول أسرة كونت على وجه الأرض آدم عليه السلام وذريته وهم الذين قد أخذ الله عز وجل العهد أصلا من أصلابهم من صلب آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فكانت هذه هي قدسية وشرعية المنهج الأوحد والأول لقيام الأسرة في الإسلام على وجه الأرض ثم بعد ذلك توالت الرسائل والتشريعات وإرسال الرسل على وجه الأرض كل ذلك لإقامة كيان البشرية وتوثيق معاني الأسرة على الأرض لإحقاق عبودية الله عز وجل وإقرار استحقاق الله عز وجل لهذه العبودية تبارك جل وعلا بما تميز تعاون الشريعة الإسلامية مع الأسرة في جميع مراحلها يعني من مرحلة ما قبل التكوين يعني هنا ربما يكون في كلامي هذا سؤال عن الأسس والمعايير التي تبنى عليها الأسرة بين الشريكين يعني من حيث النصوص بما تفضلت به وقد سبقتني به على أن هذه شراكة شراكة معنية بمعنى الاستثمار الاستثمار في النتائج استثمار الرجل والأنثى أو الذكر والأنثى للنتائج التي تكون منهما فإذا نتج هناك هذا النتائج وهو الذرية وهو النواة الأولى لوضع الأسرة في المجتمعات سواء المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية أنا أقصد بها المجتمعات البشرية عموما المجتمعات البشرية لأن كل البشرية معنية بهذا الأمر معنية بالتكاثر معنية بالاستخلاف معنية بإقامة شرع الله عز وجل مخاطبة بأوامر الله تعالى تبارك جل وعلا منهية عما نهى الله عز وجل عنه فهؤلاء هم محل هذا الخطاب ومحل هذا التكريف فبالتالي الأسرة عندما وضعت لها النواة التي تقيم بها شرع الله عز وجل ينبغي أن يكون هناك استثمار استثمار في النتائج بها أي أن هنا شريك أول وشريك ثاني الشريك الأول والشريك الثاني معنيان بالاستثمار في النتائج وهم الأولاد بالإصلاح والمتابعة وتعاهد الخير والبر وتوثيق الصلة بينهم وبين ربهم لكن لو أذنت لي دكتور قبل الوصول إلى هذه المرحلة ربما تكون هذه مرحلة متقدمة ربما الإسلام كان أدق من ذلك ولاحظة كيف ينبغي أن تتكون الأسرة بمعنى الشروط التي ينبغي أن يختار الزوج على أساسها شريكته أو العكس يعني هناك من يتحدث من العلماء عن قضية المناسبة بأن مناسبة الزوجة للزوج أو العكس هذه قضية أسية ما هو تحرير المناسبة بالنسبة للإسلام مقارنة بها؟ طبعا أن ندب في هذا الأمر على أن الزوج أو الزوجة وهو الأسرة التي تعنى بقضية اختياري من هو كفء لهذه المرأة أو من هو كفء لهذا الرجل ليس من قضية النسب وإنما قضية الدين والخلق وكذلك الكفاءات الأعلى شأن في هذا الباب في تحقيقه هل حرير المفهم الكفاءة هنا دكتور؟ نعم حرير المفهم الكفاءة وأكثر أهل العلم على الكفاءة المقصود به هنا كفاءة الدين المقصود بها كفاءة الدين أما كفاءة النسب قد اختلف في أهل العلم وجمهور أهل العلم في ذلك على أن المقصود بها كفاءة الدين أما كفاءة النسب فيها خلاف هي رواية عند الحنابلة وكذلك قول للمالكية أما الصحيح في ذلك وهو كفاءة الدين أن تكون يعني متدينة مثلا بمثل تدينه تكون ذات خلق لذلك اظفر بذات لأن لا تنكح المرأة لأربع منها ماذا يعني آخرها قال للدين فاضفر بذات الدين تربت يداك من نكح امرأة لحسنها فلا يزيد حسنها إلا وباله ومن نكح امرأة لمالها فلا يزيد مالها إلا فقرة ومن نكح امرأة لدينها فقد ظفر كنت أدخل هذا السؤال لاحقا لكن لا بأس أنك تأتيت عليه يعني هذا الدين تنكح المرأة لأربع كيف يفهم هذا الحديث لأن هناك التباس عند كثير من الناس في فهمه بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم استعرض الغيات التي تنكح المرأة لأجلها هل في هذا استعراض بمعنى أنه كل واحدة يعني من هذه الصفات والغيات يجوز للرجل أن يتزوج المرأة على أساسها بمعنى يجوز أن يتزوجها لجمالها ويجوز أن يتزوجها لحسبها فقط ثم بعد ذلك يعني يفضل الدين يعني هل هذا مطروح يعني تأخير موضع الدين على أنه هو التمام عندما أخر موضع الديني في الحديث موضع التمامي في ذلك قد تنكح المرأة لمناولة الفطرة لها أن المرأة تنكح للجمال و للمال و للنسب و هذا مقصد الناس عموما و الشريعة لا تخالف الفطرة في هذا لكن لا يعني ذلك على أني أتزوج مرأة متدينة أو ذات خلق و ليست فيها هذه الصفات الثلاث و لكن لو توسطت هذه الأمور توسطت هذه الأمور يعني وجد الجمال و لم يوجد المال و ضعف في النسب قد يكون ضعف استهجان و هذا بعرف الناس و وجد الدين فعند ذلك تختار المرأة إذا وجد الجمال و المال و النسب و لم يوجد الدين فهذه المرأة لا تنكح من أجل هذا الأمر فقط و إنما يفضل إذا كانت يجعل المقام الأول هو ببحث عن الدين ثم لا يمنع ذلك على أنها يبحث عن جمالها و عن كفاءة نسبها و عن مالها هذا لكنه ليس المقصود بذاته إنما المقصود بذاته هنا ذات الدين و المقصود بذات الدين هي التي جمعت الخلق أو يعني استجملت بالخلق و جمال الخلق في هذا الباب هو الذي يعني ينضم في غطاره معنى الدين هو أن كنت أريد أن أسألك عن تحرير مفهوم الدين يعني كأني ألحظ من كلام جنابكم أنك تخلط بين الدين و الخلق هل هما ممتزجان أم ثمت من يفصل بين الدين و الأخلاق الأخلاق من الدين حسن الخلق تحريرها تحريرها هذا تحرير مما الدين بما هو قد يعني يعني الآن استهوى الناس كثير من الدراسات الغربية في فصلي في موضوع الأخلاق و تمييزها عن الدين من لا خلق له لا دين له الأخلاق هي الدين و لذلك رفعة الدين تكون بجملة الأخلاق و الأخلاق هي التي تتمم الدين و تكمله هذه ملحوظة مهمة جدا دكتور يعني أفهم من كلامك حتى أنا و أستاذ المشاهدين نكون على الطلاع أكثر على الموضوع يعني الدين من نافي للقول أنه عندما يأتي الرجل يتزوج المرأة أن تكون متدين تصلي و تقوم بزكاتها و تؤدي فروضها هذا من نافي القول لكن الدين المقصود به هنا هي أن تكون مستجمعة محاسن الخلق ما استطاعت إلى ذلك سبيل و قد يكون هذا مقصد الشرع الذي أشرت إليه جنابهم هذا الذي قد يكون مقصد الشرع لأن الشرع عندما وجه إلى ذلك و النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا لم يرشد إلى في محيط إسلامي لم يرشد إلى محيط مثلا إلى أهل الكتاب أو إلى غيرهم و إنما أرشد إلى المحيط الإسلامي و المحيط الشرعي الإسلامي من الطبيعي أصلا من الطبيعي أن تكون متحملة التكاليف الشرعية لا يمكن لي أن أتصور أن تزوج من امرأة لا تقيم شرع الله عز وجل أو امرأة قد انحلت من الشرائع و من التكاليف إنما الأصل فيها أن تكون متدينة فطرة و لكن الأجمل في هذا أن تستجمع الخلق و هو المقصود بالدين هنا نعم أن تكون حيية أن تكون مطيعة وهي ما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلت المرأة فرضها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وفي أخرى فراته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وفي ماله هذا المقصود الخلق هذا الآن التدين ما يخصها من قيامة إقامة شعائر الله عز وجل أما التدين الآخر الذي هو متعد لهذا الأمر هو معنى الأخلاق المقصود من الشرع الآن ومقصود الشرع بأن يكون خلقها إلى من بجوارها إلى أهله أن تحسن عشرة أهله وأن تحسن إلى أولادها وأن تحسن إلى جيرانها وهذه علة التدين وأن تحسن إلى من حولها إذا تزوجت بمرأة جائعة كما ورد في الحديث أن السيد عائشة ذكرت امرأة فقالت ذكرت لها من صلاتها وصيامها وقيامها ولكن تؤذي جيرانها قال هي في النار قال هي في النار عبادتها قائمة لأنها لا يمكن أن تتصور أن تتخلف والمقصود هي في النار أي ما تفعله هذا لم ينفعها بأسبب إساءتها للناس فإذا تزوجت امرأة جلفة غير حيية لا تقوم بحقك ولا ترعى شأنك فأي دين ينفعها كثير من الناس الآن عندهم فصام كثير من البيوت التي خربت وفسدت بسبب الفصام الذي في الأسر والفصام في الفهم عند النساء وعند الرجال كذلك المرأة تظن أن تديونها ما تقيم به ليلة وتصوم به نهارها وأن تتصدق وتحسن ولكن مع زوجها لا تحسن التبعل وهو دينها هذا الرجل هو دينها وهي راعية في شأنه فلو كانت صلاتها بقدر الفريضة وصيامها بقدر الفريضة وكذلك ما عداه والتزمت النافلة والأمر الأعظم في ذلك بالإحسان إلى زوجها والتبعل فيه نجت وقد تكون بلغت الدرجة العليا في هذا وهذا ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أما امرأة قد تكون يعني تجردت من معاني الحياة ومعاني الفضيلة وكذلك الرجل تجرد من معاني معاني الإحساس بالمسؤولية وعدم الرعاية والقيام بحق الأسرة ثم يحلص على الصلاة بجماعة ويتودد إلى الناس ويقوم بحق إخوانه وغيره من أصدقائه وفي بيته أفرط الناس ما حقق الغاية من تديونه ما حقق الغاية من تديونه ولا حقق الغاية من أمر الشرع في رعاية الأسرة لذلك خيركم خيركم لأهله هذه جاءت على صيفة العموم خيركم خيركم لأهله من كان خيرا لأهله أولا يقدم الأهل ثم بعد ذلك ينعكس هذا ثم ضرب القدوة العملية وأنا خيركم لأهله حتى يقدم الأسوة العملية وفضل ذكرت السيدة عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله يكون في مهنة أهله أنه يطبخ يكنس يغسل ويخصفون علىه ويخصف معهم يكون معهم في خدمة أهله وكان يراعي ويصبر عليه الصلاة والسلام يصبر على أخلاق نسائه ويصبر على حتى أنه يصبر في بعض الأحيان على التعدي أن تتعدى إحداهن على النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة في حديث من الأحديث ورد أنها قال أهو أنت تزعم أنك أنت النبي هذه قالت هل النبي عليه الصلاة والسلام السيدة عائشة فصبر النبي صلى الله عليه وسلم وسكت قال إني أعلم غضبك من رضاك عني فقالت بما قال إذا راضيت عني قلت ورب محمد وإذا غضبت قلت ورب إبراهيم فهذا معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أهلي وكان خيرا لهم وهذا لا يحتاج إلى حلقات في ذكر ما كان به النبي عليه الصلاة والسلام لكن المخصود بذلك أن الفصام الذي في حياتنا الغاية للأسف وما حصل الآن من نتائج أن حتى النتائج الآن لمنظمة ما يسمى منظمة عالمية اسمها فنيبو أخرجت يعني إحصائيات للعالم كله في 177 دولة لكن للعالم العربي بالخصوص أخرجت إحصائيات مخيفة رهيبة طب ما هو نتائجها عن الطلاق عن الجرائم عن الجرائم الجرائم بكل معنى نعم نعم من السرقة والنصب والإحتيال والفواحش وغيرها كل هذا يسمى جريم هذا في معدله في المنطقة العربية مرتفع جدا وهذا يقودنا إلى الحديث عن الأصل الذي يبغي أن تتأسس عليه الأسرة المسلمة في هذا السياق ثم من العلماء وخصوصا من المتأخرين الذين أسهبوا في هذه القضية قالوا إن التكافؤ الاجتماعي ضرورة حتمية لاستمرار الأسرة وعدم وقوع الشقاق بين الزوجين ثم من يرى أن في هذا الأمر تأسيسا للطبقية التي يرفضها الإسلام كيف يمكن التوفيق بين هذين الأمري هذا يمكن مسجه والمراوحة بينه في أنه قد يمكن أن يطوع إلى الاجتماعيات الآن بحكم الإقالي الأقالي التي قامت لأن للأسف الوطن الإسلامي لم تمتزز ثقافته بسبب الحدود التي بينه فأصبح بعضهم عندما يقرروا هذا التكافؤ الاجتماعي يقرروا بحسب الإقليم حتى لا تختلف الثقافات أو يكون بون في الاجتماعيات بين الناس فعند ذلك تكثر هذه الحالات ولكن هذا ليس قاعدة يعني في المملكة العربية السعودية في خلال شهرين في خلال شهرين سجلت عشرة آلاف حال الطلق بوثائق يعني أصدرت المحاكم المعنية بذلك عشرة آلاف سك أو وثيقة للطلق بخلاف الحالات التي لا يعلم عنها أو لمن يحرر بها وثائق ففي خلال شهرين بواقع خمسة آلاف في كل شهر هذا رقم مهول مخيف منذر بأن الأسر على صفيح ساخن أن الأسر تدق يعني الأسر المسلمة تدق ناقوص الخطر في قضية التزعزع ما الذي رفع معدل الجريمة بين الأسر في المجتمعات الذي عندما يتحدث الناس يقول أن ابن يعيش أو ابن بيئته نعم هو ابن بيئته لكن الذي يعيش من هم إفرازاتهم أسر مع أن البيئة كلها تقريبا كثير منها تصلاة وحج وصيام يعني أين الخلل في هذا؟ الخلل ليس في إقامة العبادات العبادات تقام لكن روح العبادات هي التي تعطلت أنا أصلي لكني لا أقيم الصلاة فلان يصوم لكنه لم يرى المعنى الأزكى والأسمى للصيام وفلان يتصدق وهكذا نحن لم نعلم أبنائنا يعني فضيلة أن تكون شجاعا وصادقة أن تكون أمينا وباذلا نحن علمنا أبنائنا الباذل حتى لا يكون غريبا في المجتمع نعم يعني الناس لا تريد لأبنائها أن يكون غرباء في المجتمع دكتور أصبح للأسف المعاني الفاضلة والسامية هذه نحن لا نريد أن نقرر نظريت يعني سقرات وغيرهم في قضية المدينة الفاضلة أو غيرها وإنما نريد أن نقرر المدينة الفاضلة التي عناها النبي عليه الصلاة والسلام وتحققت واقعنا عمليا نعم فأصبحت كأنها مثالية غير واقع مثالية يعيشها الناس وهذه الأمور أصبحت ترانيم نترنم بها من خلال الخطابات واللقاءات وخطب الجمعة وغيرها لكن عند الواقع هناك فصام تعيشه الأمة نعم سنكمل حديثنا إن شاء الله فاصلا ومن ثم لنا عودة لمتابعة الحديث اشتركوا في القناة أسعدكم الله هذه عودة لاستئناف الحديث في نظام الأسرة المسلمة وخصائصها دكتور وهيب الحقيقة هناك في الأحاديث النبوية تركيز على قضية الدين في اختيار الزوجة وهذا قد بحثته جانبك لكن عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تنكح لأربع غايات أو لأربعة أهداف منها الجمال والحسب والنسب والدين التركيز على الدين ينبغي أن يكون وراءه أهداف يعني ما المسار الحياة الاجتماعي والحياة كله الذي سينشأ عن التركيز على قضية الدين بخلاف فيما لو كان التركيز على قضية المال مثلا ثمت فلسفة وراء ذلك بداية بناء المجتمع النقي هو من الأسرة النقية المجتمع الطاهر لا يمكن أن يؤسس إلا إذا كانت الأسرة في المجتمع مسهمة في ذلك في بناء مجتمع طاهر نقي تصف فيه النوايا وتجمل فيه الأعمال وتكمل فيه كذلك ما يقدمه الأسر للمجتمع من إفرازاتها قد أفرزت أبناء وبنات فإذا وجد في المجتمع مثل هذه الظاهرة التي أخرجتها الأسرة الواحدة والأسرة الثانية والتالية وهكذا عند ذلك أقيم مجتمع يُعنى بالخيرية كما مجتمع الصحابة رضو الله عليهم ومن تلاهم لذلك لماذا كان هذا القرن هو خير قرن لأن إفرازات المجتمعات عندما تقرأ في سيرة الصحابيات وفي سيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تلمح ملمحا مهما وخطيرا وهو العناية بالتربية العناية بالتربية لا بالتلقيم وهو الإعداد العملي عندما تغيب لماذا الأسر الآن تفككت لأنها غاب عنها القدرة غاب عنها القدوة قدوتها من الأبي والأم إذا وجد الأبناء والبنات أما متحللة من معاني الفضيلة وأبا تخلى عن كل معاني الرجولة التي يمكن أن يستند إليها ويتطلع إليها أنها هي القدوة وجد أبا كذوبا أبا غير خليق بأمانة أبا لا يرعى حق الله عز وجل في الناس ولا في نفسه ولا في بيته فكيف سينشئ وفاقد شيء لا يعطيه كيف يخرج المجتمع لنا إلا أن يخرج مجتمعا نبتته الأولى من هذه الأسرة نبتة معطلة نبتة غير نقية غير صفية والبلد الطيب يخرج نباته يعني هذا النبات الذي يخرج من البلد الطيب والذي خبث لا يكاد ويخرج إلا خبيثا أنت هنا دكتور تقودنا مجددا إلى الحديث عن التصورات التصورات عند المسلمين يعني كثير من الشباب ربما أكثر الشباب والشابات عندما يقبلون على الزواج هي تحلم بتكوين أسرة وهو يحلم مثلا فضلا عن قضية النكاح يحلم بأنه لديه أسرة ويلعب مع أولاده هذا يعني متفهم وهذا شيء طبيعي وفطري لكن ينبغي أن نكون هناك تصورات معينة مرتبطة بالوعي مرتبطة بالبناء الإسلامي العام ما هذه التصورات والأفكار التي ينبغي أن تسبق قبل الزواج أن يتمتع بها المسلم والمسلم الشاب والشابة قبل الإقدام على هذه أستاذنا فاضل كم نسبتهم هؤلاء الذين تفضلت بذكر تطلعاتهم أو مقاصدهم كم نسبتهم في المجتمعات المسلمة قليل إذا لم يكن نادرا هذا هو ما هي هذه التصورات التي ينبغي أن يحملها الشباب المسلم إذن هناك يجب أن يكون هناك مؤسسات تعنى برعاية الشباب والفتيات الذين يريدون أن يقبلوا على الزواج الزواج ليس قضاء وطر الزواج ليس متعة ليس مقصود به قضاء غاية أراد الإنسان أن أو إحدى غاياته هذه نعم هي إحدى الغايات من قضية محادثة الفطرة ومخاطبتها لكن نريد الآن الغاية التي أرادها الله عز وجل وأرادها نبيه عليه الصلاة والسلام وهو سلامة المجتمع بأن يكون هناك مجتمع نقي سليم طاهر نقي إن كان فيه ما يخدشه فهو لا يكاد يذكر بل أنه ينبذ أما أن تتحول المجتمعات تقل رأسا على عقب فأصبحت الفضيلة فيه جريمة وأصبح فيه الصدق فيه كذبة والخيانة فيه هي المألوفة فهذه المشكلة هذه المشكلة عندما فعلا كما ذكر في الحديث أنها سنون خدّاع والسنون خدّاع هي التي جلبت بخيرها ورجلها على الناس الآن فتغيرت المعايير وتغيرت الأهداف وتغيرت الثقافات واختلفت كل القيم لدى الناس أنا لا أبالغ في هذا الأمر لكن هذا هو الحقيقة ما نعيشه الآن من امتزاج هذه الثقافات الغربية التي وفدت علينا وتعطش النشئ لها وتعلقهم بها بالله عليك الآن خاطم يعني أي من هذا الجيل الصاعد الآن ما مدى معرفته بما مضى يعني من قبل مئة سنة ماذا قرأ عن الجيل الرعيل الأول في مئة سنة لا نقول جيل الصحابة يكاد أن يغيب عن حسه من هم السنوسيون من هو عمر المختار من هؤلاء الذين قاموا بالتجديد والرعاية حق الأمة وأسسوا للناس فضيلة وقاموا بتحرير أوطانهم لا يكادون يعرفون عنهم شيئا بل أنه قد تغيرت المفاهيم لدى الناس حتى من نافلة القول أن الناس النشئ متصور عنده أن زنبي هم كائنات غريبة تخرج من الأرض لإشاعة الرعب بين الناس مع أن زنبي رجل من إفريقيا فتح البرازيل فتح أمريكا اللاتينية رجل مجاهد قام بحق الله عجل لأن التغريبة قد وصل إلينا والنشئ هذا لم يرعى كتابة ولا قراءة ولا اطلاع هذه نقطة مهمة جدا دكتور هب أن شابا وشابة الآن يشاهدون هذا البرنامج وهم مقبلون على الزواج أو أن أبا وأما يستعدان لتزوج ابنهما أو ابنتهما ما الكلام الذي يمكن أن يقال لهما يعني ما الذي ينبغي أن يدركه الشاب وهو يريد أن يؤسس هذه الخلية هذه الأسرة لماذا يريد أن يتزوج لماذا ما الهدف من الزواج طبعا ما ذكره الحديث يعني ما ذكره الحديث هو تحصين الفرج وغض الطرف والأسمى من هذا كله هو إقامة حق الله عز وجل في أرضه بتكوين أسرة صالحة ذات قيمة تخرج للمجتمع وللإقامة دين الله عز وجل وأن يكون وأن يحمل اسمي من يحمل اسمي ويخرج من صلبي يكون قائما بأمر الله عز وجل كما هو تسلسل هذا الأمر منذ يعني الرعيل الأول من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليوم نحن نشهد نحن نحن أحفادهم وفلان أحفاد كذا من الصحابة كل هؤلاء الذين نحن من نسل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام امتلأت بهم الأرض فكيف امتلأت بالأرض إلا أنهم قد قاموا بغاية سامية جدا ومهمة جدا وهو إقامة حق الله عز وجل في أرضه إقامة حق الله عز وجل بإقامة شرع الله ليس المقصود بذلك أن يخرج ابني أو ابنتي حافظة لكتاب الله جميل وهدف سامي ومطيب أو أنه يصلي وهذا من أجمل الأهداف لكن المقصود بذلك ماذا حقق هذا النشأ الذي أنا قد عملت على تكوين أسرته للأمة من قبل من بعد وما الذي ستنتجه هذه الأمة من نتاج هذه الأسرة التي قد أخرجت وأفرزت هؤلاء يعني ينبغي للناس أن تعتني الآن بأن انتاجها يكون راعيا لحقوق الله عز وجل وقائما بأمر الله عز وجل ومتلمحا للمخططات الغربية وللثقافات الأجنبية ينبغي أن ننبه أبنائنا على هذا كله نحن نترك أبنائنا للعبث نترك بناتنا للوسائل التغريب المتعددة الكبيرة جدا كل ذلك بداع رفاهية وقدر رفاهية طغت علينا بسبب ليس بكثرة حتى الذي لا يجد أسباب الرفاهية يعمل الآن على توفيرها بحكم العناية والرعاية والحنو على الأبناء لكن وسائل الوسائل التي يستخدمها الناس من باب تحقيق المؤسسات لرعاية يعني المفترض الآن قبل البدء في خطوة للزواج ينبغي أن هناك مؤسسات وهذه قد تواجدت في كثير من الماطق حتى عندنا في دول الخليج تواجدت أن هناك مؤسسات ترعى هذا الأمر لكن للأسف لم تكن إلزامية كان موجود الفحص عندنا الفحص الطبي إلزامي لعقد القران ينبغي أن يكون هذه المؤسسات التي ترعى الذين يقبلون على الزواج أن تكون إلزامية لا يمكن أن يقبل على الزواج أو يصح العقل إلا بهذه الوثيقة وثيقة إتمام دورة في تحقيق معاني السامية والمهمة في معنى الزواج والنكاح لا شك أن الإسلام حوى مقاصد بعيدة كلية من وراء تشريعه لقضية الزواج ونظام الأسرة ما الرؤية المقاصدية للإسلام في هذا الجانب؟ هي كثيرة هي من ضمنها يعني من ضمنها على يعني إقامة شرع الله عز وجل الذي هو قد قصده الله تبارك جل وعلا وإقامة حق العبودية لله عز وجل وإقامة كذلك معاني العزة والكرامة في نفس المجتمع وتخليه عن كل رذيلة وتحليه بكل فضيلة أن يشيد المجتمع بالفضيلة في أرجائه أن تتحقق بين الناس الأمانة والكرامة وتحقق بين الناس الصدق والوفاء بالعهود وكذلك أن يقل معدل الجريمة بين الناس لذلك مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من أسباب النفاق في المجتمعات هو الفجور في الخصومة والذي تنعكس آثاره السيئة جداً على الناس بما يحصل الآن من نتائجه في معدل الجريمة تخيل أنه خلاف عائلي يحصل بين عائلة أخرى أن ينعكس هذا إلى الشارع العام فيكون ضرب رصاص وتصادم بالسيارات أو بالمركبات ثم تتحول هذه إلى القضاء ثم تكون وراءها جريمة ومثل هذا الأمر كثير جداً كثير جداً في المجتمعات العربية والإسلامية لأنها قد تخلت عن تحقيق الفضيلة التي أرادها الله عز جل أرادها نبي عليه الصلاة والسلام من تكوين الأسرة ومن مقاصد كذلك الأسرة هذه المقاصد العظيمة لا شك أنها تحتاج إلى آليات وضوابط هل سكت الإسلام عن هذه الضوابط حتى تحقق هذه المقاصد أم أنه تركها بالتالي تركها لقضية الاجتهاد أم أنه وضع ضوابط لا حدة عنها لكل المسلمين في مختلف الأمكنة والعصور هو أولاً في البدء من ضوابطها أن لا يقدم أحدنا على زواج ولا تقدم المرأة أن تقبل بزوج إلا أن يكون تتوافر فيه شروط التي ندب إليها الشارع الحكيم منها أن يكون ذا دين وذا خلق وما يتضمنه الخلق هو المعاني العظيمة الكبيرة جداً من الأمانة والصدق والشرف والأنفة والكرم والبذل والجود هذه كلها طمعاً وهذا يكون بماذا؟ يكون باستيحاء المجتمع المجتمع عندما يتعرف على هذا وتضيق دائرة الرذيلة فيه وتتوسع دائرة الفضيلة فيه عند ذلك يتحقق الأمن الشرع يهدف عادة إلى تحقيق الأمن والسلامة لأن بالأمن والسلامة المجتمع يعبد الله عز وجل وفق ما أراد الله تبارك جل وعلا إذا اختل ميزان الأمن وميزان سلامة المجتمع في أخلاقه وفي دينه وفي ثوابته وفي قيمه اختل ميزان تحقيق العبودية لله تبارك جل وعلا عند ذلك يشيع تشيع الخرافات والبدع والوثنيات ويشيع كل ما قد نبذته الشريعة ونهت عنه تحدثت عن قضية الصفات التي ينبغي أن يتحكم أن يتحل بها الزوج وقبل إقدامها على الزواج هنا أجدني أننا نخوض في دورة حضارية متداخلة متكاملة بمعنى أن هذه الصفات ما دور الأسرة في تصنيع إذا صح التعبير هذه الصفات لدى الأولاد حتى إذا ما أقدموا على الزواج مستقبلا يكونوا قد أكملوا الدورة الحضارية داخل المجتمع المسلم هل هذه الصفات طبعا هو ليس موضوع علمي جيني وإنما بما يتيسر من علوم الشريعة هل هي قضية جينية مورثية أم هي قضية يمكن تأسيسه وصناعته في ضوء أحكام الشريعة هي طبعا متطلب لو كانت جينية أو كانت وراثية كان الناس ارتاحوا من أعبائها وأوكلوا هذا الأمر إلى القدر لكن هذا الأمر التكليفي وهو القيام بصناعة هذا التكليف وإعادة صياغته وفق كل مرحلة من المراحل فلم يترك هذا الأمر ترك طبعا لاجتهاد الناس وفق شرع الله عز وجل اجتهاد لا يمكن أن يخالف الشرع فالله عز وجل عندما ندب الناس ندبهم إلى التكاثر والتناسل وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام والتشريعات السماوية التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه عليه السلام المقصود منها وهذه كانت مهمة الرسل أنهم اجتهدوا حتى يعني اجتهدوا اجتهادا عظيما جدا في إقامة معاني ما ترسخ به العبودية لله تبارك جل وعلا في أبنائهم وفي بناتهم فلذا نوح عليه السلام عندما جادل وعندما تألم وعندما عظم عليه الخطب والأمر أن يكون ابنه يعني مفارقا لما قد رجاه نوح عليه السلام من إقباله عن العبودية الله عز وجل وهذه في سورة هود القصة التي ذكرها الله عز وجل في سورة هود في سورة هود في قصة أو في سيرة نوح عليه السلام وجداله لربه تبارك جل وعلا دلالة على أن هناك حسرة عظيمة أن نوح عليه السلام ما بذله من جهد وكذلك لوط عليه السلام ما بذله من جهد في الإعفاء فيه وفي ترسيخ معنى القيم ثم تتخلى زوج نوح وزوج لوط وابن نوح عليه السلام عن المهمة الرسالة التي قام بها دلالة على أن هذا أمر تكلفي ارتبط بالقدر لا نختلف في ذلك لكنه أمر تكليفي على أن كل واحد مننا مكلف على أن يقيم أودى شعائر الله عز وجل في أبنائه وفي بناته قدر طاعته وقدر استطاعته والأمر بعد ذلك موكول إلى أن الله عز وجل يهدي من يشاء تبارك جل وعلا على أن أقول ذلك أحيله وهذا ما تجده فلسفة أم بين الناس عندما تحادث وتناقش في أمر هذا الأمر في قضية إقامة شرع الله ورعاية الأسرة يقول الله عز وجل إذا أراد أن يهدي يهدي وإنك لا تهدي من أحببت وهذا ما يستدلن به وهذا خطر عقدي هذا نعم هذا أمر عظيم أنت مكلف بإقامة شرع الله عز وجل وفق جهدك ووفق استطاعتك والله عز وجل هو الذي يحكم ذلك ويخلق ما يشاء ويختار لكنك أنت تختار من البداية تترك ذلك للعبث الموجود الآن في الأرض وتفتح لهم المجالات للتغريب والتأثير ثم تقول إن الله عز وجل يهدي من يشاء نعم الله يهدي من يشاء لكن بعد أن قرر لك وأوجب عليك أن تقوم بواجب الهداية ليس الكونية المقصود بها الهداية الشرعية هنا الآن أن تقوم بواجبك الشرع للهداية أما الهداية الكونية والقدرية هذا في يد الله تبارك جل وعلا لكن هؤلاء الأباء يستدلون بقول الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحبثه لكن الله يهدي من يشاء وهذه نزلت في عم النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس المقصود به أنه تعطيل سنن لأنك لا تعلم ما في قدر الله عز وجل وماذا قضى الله به أنت مأمور مكلف كما أنك مأمور بالصلاة ومأرمور بإقامة شرائع والشعائع أنت مأمور بهذه الأسرة ورعايتها ولا يسقط عنك تخلي عنها إلا بعد استنفاذ ما قد عجزت عنه الحقيقة هذا السؤال ادخرته لهذا الوقت لأنه يحتاج إلى تفصيل وبيان لأنه مهم جدا العلاقة بين الزوجين هي عماد أي أسرة ولها تأثير طاغ على النفسية والذهنية العامة للأطفال الذين ينشأونا في سياق هذه العلاقة هل يمكن أن ترسم لنا معالم هذه العلاقة إسلاميا بين الزوجين إذا استشعر الرجل على أن شريكته واستشعرت المرأة على أن شريكها هي نفس النفس التي خلق منها وخلق لكم من أنفسكم أزواجها فتعلم المرأة ويعلم الرجل أنهما من نفس واحد خلقا لتحقيق المودة والألفة وأن هذه الشراكة شراكة طبعية لإقامة أسرة تعنى بالنظام الشمولي الذي أراده الله عز وجل وفق شريعة الله تبارك جل وعلا المقاصدية الكبرى والعظمى في قضية إنجاد العلاقة بين الشريك والشريكة هو أهم ما يكون استشعار معاني الألفة والمودة استشعار معاني الألفة والمودة فيما بينهما فإذا كان الرجل برعايته لهذه الأسرة يتألف زوجته وكذلك يتقارب إليها بالمودة وهي كذلك فلا تحمله ما لا طاقة له به بحيث أنه يصبح هذا الأمر مجال للطغيان فيما بعد وهذا ما نلمحه ونلمسه تريد أن تواكب الموضة وتريد أن تقارن وتقارب صديقاتها وقريباتها أو من حولها وأكثر ما يفسد كما قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى أن المرأة أكثر ما يفسدها قريباتها فلذلك ينبغي للزوج إذا أراد رعاية امرأته وزوجته وهذا ما قرره ابن الجوزي رحمه الله تعالى قال أن يجعل لها امرأة كبيرة عاقلة ترعاها وتفطنها وكذلك الرجل الآن في محيط أصدقائه أصبحت المرأة مجالا للتندر وللفكاهة أصبحت هناك حدود وقيم ترعا بسبب ابتعاد الناس للأسف عن الدين وعن المعاني الفاضل التي في الشريعة من أن هذه البيوت هذه أسرار تحفظ ولا تنشر ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر على أن الله مقتى وغضبه تبارك جل وعلا على امرأة تبيت مع زوجها وزوج يبيت مع مرأته ثم يصبح أو يصبح أحدهما فيفشي ما حصل بينه هذه مصيبة هذه كارثة ولكن أصبحت الآن من باب التندر والفكاهة بين المجتمعات إذا كان المجتمع شاع فيه هذا الأمر فأي فضيلة يمكن أن يقررها الزوج والزوجة إلا بالتصنع والتصنع قريبا ما يكشف إذا لم يكن هذا سجية وفطرة وخلقة ورجولة يمتثلها الرجل وأنوثة تمتثلها المرأة لا يمكن أن تتحقق هذه المقاصد من الزواج أو يستمر لذلك البيوت تهدم في كثير من الأحيان وتعطل وظائفها وإن استمرت استمرت بالتنغيص والنكد من أجل أن تنضي الحياة فقط لكن لا ألفت بينها ولا مودة لذلك عندما أتى رجل إلى عمر رضي الله عنه أرضاه قال إني لا أحب زوجتي إني لا أحب زوجتي قالوا أي بيوت وأكثر بيوت لا تبنى على الحب ولكن تبنى على مناط آخر وهو العدل الرحمة المودة التألف تبنى عليها ليس مقصود بذلك الحب فقط لكن إذا غابت هذه المعاني كلها من الأسرة فما الذي يبقى؟ ورباط المحبة إن الدعي بغير هذه يعني بغير القيم الأخرى لا يمكن أن يستمر يوشي كان ينقطع في هذا السياق دكتور الآن الإسلام يعني حاول أن يعطي مهابة للأسرة وأن يعطيها شيئا من القداسة بين قوسين إذا صح التعبير لكن الآن ما نلحظه عبر وسائل التواصل الاجتماعي تبادل الرسائل عبر الجوالات رسائل نصية أو الواتس أب أو عبر وسائل الإعلام حتى هناك الكثير من النكات التي تتعلق بالأسرة وبالمرأة وبالزوجة وبقضية التعدد هل هذا متوافق مع روح الشرع ومع نظرته للأسرة وقداستها ووقارها وهيبتها؟ يعني كثيرا ما تطلق النكات على الزوجة وعلى قضية التعدد وعلى قضية العلاقة بين الزوجين إلى أي ماذا هذا يتفق مع المقصد التي سعى الإسلام إلى تحقيقها من هيبة هذه الأسرة ووقارها واتزانها؟ نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عندما حدثت حادثة الإفك وكان الأمر مختص ببيته عليه الصلاة والسلام لكنه أمر خرج عن هذا الإطار بأنه قد تناول بيته من هم من حوله من حوله تناول أهل بيته فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل الأمر عاما ولكن لو كان بالخصوص حتى أن السيدة عائشة رضا عنه لم تعلم عن ما تحدث عنه الناس بشأنها مدة شهر دلال على الخصوصية والقداسة في هذا الباب ورعاية هذا الحصن لذلك الحصن هذا إذا اخترق بالتندر والفكاهات والسخافات والتفاهات التي تنشر دل على أن هذا الحصن قد تضعض وسقط وهذا الذي حصل الآن مسألة وما قد عمت به البلو الآن بين الشرائح المعنية بتوجيه الناس وبين العامة كما نسميه من خلال ما ابتلين به من وسائل التواصل التي انتشرت بين الناس مفترض أن يقهر الناس على أن هذه المعاني وهذه العبارات لا يمكن أن تعمى وأن يكفى عنها لأنها تنال من حصن مهم جدا الحصن هذا إذا اخترق اختراقه يبدأ يتسرب منه ما كان حصينا مستترا عن الناس فإذا خرج إلى المجتمع وعلمه الناس قل الاعتناء بالأسرة وقل الاعتناء بالفضيلة والكرامة وهذا الذي نلحظه الآن للأسف إلا في نطاق ضيق جدا عند ذوي الغيرة الذي قد غابت الغيرة من نفوس كثير من المسلمين وضعف الغيرة هذا باب آخر وضعف الغيرة بالعناية في هذا الباب هو الذي أورث قضية التندر والاستخاف معاني الأسرة وقيمها لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما عمم قضية مسألة الإفك لأنه كما ذكرت على أنها أمر عام ينبغي أن يؤدر من تناول بيت النبوة أو بيت المسلمين فذلك عممه النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتناول بذلك الحد من الذي تكلم في شأن السيدة الفاضلة عائشة والدلالة كما ذكرت لك على خصوصيته أن السيدة عائشة لم تعلم بهم قدة شافة كاملة لم تعلم بماذا يجري أصلا هل يمكن هذه النكات التي تطلق على موضوع الأسرة والزوجة هل يمكن أن تكون مؤشرا على سقوط هيبة الأسرة في قلوب المسلمين أم أنها فقط أمر ترفيه في ظل هذا الوضع الذي يعيشه المسلمين لا يترفح بالحرمات ولا يترفح بالأعراض لم تكن الأعراض والحرمات يوم من الأيام محل الفكاهة أو محل التندر ومتى كان الجيل السابق أو الأجيال التي مضت ورأي الأول الذين كان موضع أسرهم موضع تندر أو فكاهة يؤثر عن علي بن أبي الطلب أنه كان يغار حتى من السواك عندما يلامس أسنان فاطمة رضي الله عنه هذا قول من باب الطرق هذا مستوى رفيع يعني صعب البني حتى أن رجلا من ذوي المرؤات وهذه أستاذنا الفاضل صدقا عندما غابت المرؤة من نفوس الناس المرؤة معنى جمال وكمال تتحلى به النفس البشرية تتحلى به النفس البشرية رجل أراد أو عزم على طلاق امرأته فكان له أصدقاء وخاصة فقالوا ما السبب يعني حتى نصلح بينكما فقال ما كان لي يعني ينبغي لي أن أفشي سر أهلي فلما طلقها أتاه أصحابه وأصدقاءه وأخي الله قالوا لأن أطلقتها ما الذي حصل فقال ما ينبغي لي أن أفشي سر أمرأة أجنبية عني قد فرق الله بينما فما يجوز لي أن أفشي سر أمرأة هذه معاني المرؤة والكمال التي في النفوس في نفوس الناس أما اليوم تلحظ حتى عندما يحصل شقاق أو خلاف بين الناس تجد ما تشيب له العقول صدقا والله قد رأيته بعيني وقد لامسته وعايشته من صور ومن رسائل ولأنها تعرض على الأجنبي ولا يكون هناك ستر فأي قيمة للأسرة بعد ذلك إذا كانت وصل هذا الحال على أن ضجيعة يوما أو أب لأولادها يوما تفشي أسراره ويفشي أسراره لمجرد خلاف حصل بينهم ولا يكون هناك معاني الستر والمرؤة التي تتحلى بها هذه الأسر نعم سنكمل حديثنا دكتور نستكمل ما تبقى من زمن الحلقة بعد هذه الوقفة ترجمة نانسي قنقر أهلاً وسهلاً بكم إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة دكتور رهيب السؤال هنا ربما أجبت عن طرف منه لكن يحتاج الأمر إلى مزيد من البيان الآن الإسلام هو غائب بالكلية تقريباً عن مسرح صوغ الحياة الإسلامية عن مسرح صناعة الأسرة المسلمة وتأسيسها وفق إيقاع الإسلام نفسه غياب الإسلام عن هذا المسرح إلى أي مدى ترك أثراً ما على تكوين هذه الأسرة المسلمة اليوم؟ هي من وسائل التجهيل ومسائل تخريب المقاصد الشرعية المهمة جداً في تكوين الأسرة لذلك عندما كانت رسائل تحرير المرأة كما سموه ووسائل التغريب التي قد وفدت إلى المجتمعات المسلمة أول ما قصدوا قصدوا المرأة أرادوا المرأة لأنهم علموا أن هذا الهرم العظيم الكبير إذا هدم وهو المرأة هدم المجتمع وسيطر عليه ليس المقصود بذلك الهرم الكبير أحد حجارته أو أحد وسائل تكوينه هو الرجل لكن بصدق الهرم الأعظم في تكوين الأسرة هو المرأة هو المرأة التي يقوم ويدور عليها بل أنها تدور عليها دائرة العظمى في تكوين الأسرة وتأليفها والصبر على الرجل عادة لمواجهته للحياة وضغوطها وتأثره بالمجتمعات الخارجية قد يضيق به العطن على الإنتاج والعطاء وإن كانوا مكلفا بذلك ما الذي يحمل هذا ويتحمله هي المرأة فلذلك أول ما عمل هؤلاء المخربون هو هدم كيان المرأة وتحطيمها تحطيمها بماذا؟ بإشاعة رخص الفاحشة في نفسها وإغرائها بالموضة وإغرائها بالمجتمعات الغربية وإغرائها بالمرأة الأجنبية وكذلك بما تعددت به الوسائل وقد فرغ من هذا الأمر أنه قد أصبح الوافد إليها في متناول يدها فبالتالي المعاني التي رعاها الشرع في نفس المرأة وأنها راعية في بيتها وراعية على زوجها وعلى أولادها قد تعطلت وبالتالي تعطل الإسلام فيها هو الحقيقة المشكلة مركبة دكتور فضلا عن غياب الإسلام عن مسرح صوغ الحياة الإسلامية والأسرة المسلمة ثم تم مشكلة يضاف إلى ذلك يجتمع مع ذلك هو ما يعرف بالغلبة الحضارية الغربية اليوم أو ما يعرف بالعولمة أو الأمركة يعني كيف للأسرة أن تواجه هذه التحديات في ظل غياب مثلا الدولة الإسلامية التي ترعى حمى المسلمين وحياتهم وتصوراتهم وأخلاقهم وأفكارهم كيف يمكن للأسرة المسلمة أن تواجه هذا المد العولمي أو الأمركي أو الغلبة الحضارية الغربية اليوم هو أستاذنا الكريم لا يوجد مقاومة إلا من قبيل الفرد أصبحت المسألة مسألة فردية نعم أما أن تتناول مؤسسات حكومية وأنه واجب دولة لا يوجد أصلا لا يوجد دولة ترعى هذا الأمر لأننا كما تفضلت أنت قضيت يعني نسميها أمرك عولمة أنا أسميها تخريب كل الوافد علينا في هذه المنظومة هو تخريب أراد خراب أسرتنا وأراد خراب نسائنا كيف المواجهة أسريا يعني رب الأسرة وربته هو مسألة أن يكون هناك تحلي بالقيم والواجب الذي قد أناط الله عز وجل به واجب المرأة والرجل في قضية أنهم مكلفون أن كل واحد منا مكلف وأنه سيسأل بين يدي الله عز وجل عما استرعاه الله تبارك جل وعلا لكن للأسف غاب الحس هذا في نفوسنا هذا الحس الوجداني الذي نستشعره أننا موقفون بين يدي الله عز وجل ومسؤولون غاب وأصبح عند الإسلام أصبح عند الإسلام يعني هو هامش نتناوله وقت أزماتنا لكنه ليس جوهر يعيش في حياتنا وطقوض ويعني أقصد وقيم نتمثلها يعني في سياق هذه المواجهة بين التعميم الثقافي الأمريكي على البشرية كلها ومن ضمنها المسلمون كانوا الأكثر تأثرا حقيقة هل من ضمن ذلك ينبغي على الوالدين مثلا أن لا يكتفوا بالتركيز على جانب الإطعام والتعليم فقط لمجرد التعليم وأن يكون هناك اشتغال على جانب الوعي تعميق الوعي لدى الناشئة لدى الأولاد الوعي الإسلامي والوعي الثقافي والوعي الهوياتي نحن ننظر الآن إلى حال الأسر ما الذي نعلمهم إياه وما الذي نفخر بتعليمهم إياه هو تعليم حتى في اللغة الآن أقول لأحدهم أريد أن أعلم ابني في مركز أريد أن أعلم ابني لغة العربية أو اللغة الحضارية الآن التي هي مفترض لغة القرآن واللغة الماجدة الكل يسخر مني وعندما أقولهم أن ابني يحمل شهادة كذا في اللغة الإنجليزية الكل يفخر بي وبابني دلالة على ماذا؟ على أن هناك هناك انتسار نفسي نعم هناك ضعف هناك ضعف وبحث عن الهوية لأن كما ذكرنا من قبل البوصلة لا يحمله أحد لا يحمله أحد من المسلمين حتى يوجهه وإنما هي تائهة بين الناس أشكرك جدا دكتور أدركنا الوقت إذن وصلنا إلى ختم هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها ضيفي المكرم في الستوديو دكتور وهيب عبد الرحمن خوج الباحث الإسلامي شكرا لكم في حراسة الله وتوفيقه اشتركوا في القناة